السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأنا يا تاسع في الحصة الماضية بالنظام العالمي للوحدات حكينا بشكل عام أن الوحدات لا إما بتكون عبارة عن وحدات أساسية أو بتكون وحدات مشتقة وأخذنا بالحصة الماضية عن الوحدات الأساسية وحكينا أنهم اتفقوا على نظام عالمي للوحدات بيتكون من سبع وحدات أساسية اللي هم الطول اللي منقيسها بالمتر والكتلة كيلو جرام الزمن ثانية ودرجة الحرارة بالكلفن التيار أمبير والسطوع بقنديلة ومقدار المادة عنا في المول حصة اليوم إن شاء الله يا تاسع بدنا نحكي عن الوحدات المشتقة عن الوحدات المشتقة هلأ من اسمها وحدات مشتقة؟ يعني هي مأخوذة من وحدة أساسية مأخوذة من وحدة أساسية يعني هلأ مثلا يا تاسع لو إجينا للسرعة السرعة إيش وحدة قياسها؟ متر لكل ثاني هاي منعتبرها وحدة مشتقة الحجم إيش وحدة قياسها؟ متر تكعيب القوة نيوتن الطاقة جول الجهد فولت هاي كلها وحدات مشتقة من وحدات أساسية هلأ في جدول حطيكم إياه في الكتاب عن بعض الكميات الفيزيائية وحدة قياسها طبعا مولا الحفظ يا تاسع لأنه بالامتحان لما يجيكي السؤال بيجيكي اشتقي وحدة قياس مثلا التسارع هلأ القانون لا إما بتكوني أنت حافظتي أو في بعض الكميات الفيزيائية القانون أنا بعطيك إياه مش مطلوب يعني معك بيكون حفظه إذا ما كان مارئ معك خلال الصفوف الماضية طيب هلأ بدنا نعرف كيف بدنا نشتق وحدات يا تاسع هلأ لو أخذنا مثلا وحدة بدنا نشتق وحدة إيش عنا الحجم هلأ الحجم عبارة عن إيش يا تاسع الحجم هو عبارة عن الطول ضرب العرض ضرب الارتفاق صح لأنه الحجم منعتبره ثلاثي الأبعاد طيب سؤال الطول إيش وحدة قياسه الأساسية متر طيب العرض مش هو نفسه وحدة قياس الطول كمان العرض إيش رح يكون متر والارتفاع متر لأنه هدول كولياتهم إيش منعتبرهم منعتبرهم أطوال الطول والعرض والارتفاع طيب متر في متر في متر إيش بطلع معي الجواب متر تكعيب اللي هي وحدة قياس مين عنا الحجم إذن وحدة قياس الحجم متر تكعيب لأنه أصلا الحجم عبارة عن طول في عرض في ارتفاع الطول متر العرض متر والارتفاع متر لما نضرب متر في متر في متر أش بتعطيني متر تكعيب متر تكعيب طيب إذا نشطق وحدة قياس السرعة السرعة إيش بتساوي يا تاسع المسافة على الزمن صح؟ طيب إيش وحدة قياس المسافة متر وحدة قياس الزمن ثانية إذن شو وحدة قياس السرعة يا تاسع إيش طلعت معنا متر لكل ثانية إذن وحدة قياس السرعة متر لكل ثانية يا تاسع يعني إذا كنت حافظ القانون أنت بس مباشر رحت بس تكتب وحدات القياس وتشوفيهم يا تاسع طيب لو اشتقينا وحدة قياس التسارع التسارع إيش بساوي يا تاسع التسارع عبارة عن سرعة على زمن طيب هلأ السرعة منعتبرها وحدة أساسية؟ لا السرعة هي عبارة عن المسافة على الزمن كلهم على الزمن أصلا لمين للتسارع طيب المسافة بأش قصناها المسافة؟ متر الزمن ثانية الزمن الثاني كمان ثانية طيب إذا اطلعنا صار عندي كم زمن؟ صار عندي زمنين ثانيتين طب ما بقدر أجمحهم مع بعض طبعا بقدر ثانية وثانية شو بتعطيني ثانية تربيع؟ فإذا بطلع عندي متر لكل ثانية تربيع يا تاسع متر لكل ثانية تربيع لأنه أنا عندي صار ثانية وثانية ثانية وثانية عندي ثانية تربيع ما تجوا تحكوا لي الثانية مع الثانية منحدفهم هلأ ما تنسوا أنه عندكم يا تاسع متر لكل ثانية هذا كسر على ثانية طب لو اعتبرنا الثانية هاي مقامها واحد هلأ كيف منحلها؟ مش مناخد المقام المقام بسط يعني منضرب الميم في واحد بتطلع معي ميم ومنضرب الثانية بالثانية اش بتطلع معي ثانية تربيع؟ لأني بضرب الميم في واحد وبضرب ثانية في ثانية اش بتعطيني ثانية تربيع؟ طيب بدنا نشطق وحدة قياس ناخد وحدة قياس الطاقة الطاقة الحركية الطاقة الحركية اللي منرموز لها طاحة طيب الطاقة الحركية ايش قانونها؟ هو عبارة عن ايش الطاقة الحركية؟ هو عبارة عن نص ضرب الكتلة ضرب مربع المسافة مربع السرعة اسفة مربع السرعة طيب هلأ الأرقام أنا لما بدأ اشطق وحدةerna هاي الأرقام ما بتهمني خلاص بنسها طيب الكتلة بايش باقيص الكتلة يتاسع بالكيلوغرام؟ ضد ضرب مربع السرعة انسي المربع السرعة السرعة اشطقينا وحدة قياسها قبل شوي السرعة حكينا اللي هي عبارة عن مسافة على الزمان اللي هي عبارة عن متر لكل ثانية طب لما نحكي كلمة مربع يعني المتر لكل ثانية هذي أشرح تكون لكل تربيع لأني أنا بدي أربحها فصارت عندي كيلو جرام ضرب متر لكل ثانية تربيع هلأ ممكن أوزع أنا التربيع بتصير متر تربيع لكل ثانية تربيع وحدة قياس الطاقة بشكل عام أي طاقة موجودة عندنا بالفيزياء وحدة قياسها بتساوي جول يعني الجول هي عبارة عن كيلو جرام ضرب متر تربيع لكل ثانية تربيع يا تاسع طيب خلينا نشطق وحدة قياس نأخذ طيب في عنا فكر صفحة 25 بدي أحل الأولى الوزن الوزن وطاقة الوضع بيضل عندكم الحرارة النوعية والدفع والكثافة واجب طيب خلينا نحل الوزن هلأ الوزن هو نفسه إيش؟ هو نفسه القوة مهي الوزن؟ قوة قوة الوزن طيب الوزن شو بيساوي يا تاسع؟ هو عبارة عن كتلة في جيم كاف اللي هي كتلة وجيم هي تسارع السقوط الحر جيم تسارع السقوط الحر طيب الكتلة أش وحدة قياس الكتلة يا تاسع؟ الكتلة بقيصها بالكيلو جرام ضرب جيم تسارع تسارع اشتقنا قبل شوي اللي هو كان عبارة عن السرعة على الزمن والسرعة عبارة عن مسافة على زمن يعني عندي أنا مسافة على الزمن على زمان حكينا له عبارة عن متر على ثانية على ثانية يعني متر لكل ثانية تربيع متر لكل ثانية ايش عنا؟ لكل ثانية تربيع وحدة قياس الوزن اللي هي كيلو جرام في متر لكل ثانية تربيع بسميها نيوتن بسميها ايش يعاش؟ التاسع نيوتن بسميها نيوتن طيب بدنا نشتق وحدة قياس طاقة الوضع طاقة الوضع. طاقة الوضع برمزلها بطاوة. طاقة الوضع ايش بتساوي? هي عبارة عن الكتلة ضرب تسارع السقوط الحر. ضرب ايش عنا? ضرب الارتفاء. اللي هو منكتبه كاف ضرب جيم ضرب ايش فا. طيب. الكتلة ايش منقيسها? بالكيلو جرام. دوت. التسارع هلا اشتقنا قبل شوي. حكينا هو عبارة عن متر لكل ثانية تربيع. ضرب. ها نعتبر ضرب. اللي هي المسافة اللي هي ايش بتقياسها? متر. طيب. انا صار عندي? كيلو جرام. في متر على ثانية. آسفة ثانية تربيع التسارع. آآ مضروب في متر. صح? طيب. ما بقدر اجمع يا تاسع المتر مع المتر? ايش بطلع معي? متر تربيع. فاذا شو راح تصير معي? راح تصير معي كيلو جرام. كيلو جرام في متر تربيع لكل ثانية تربيع. اذا بدي تصير معي بالنهاية. كيلو جرام في متر تربيع لكل ثانية ايش عنا? تربيع. واللي هي نفسها حكينا ايش بنسميها? جول. هي نفسها جول يا تاسع. معكم واجب يا تاسع. من حل ان شاء الله الحصة الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.